قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وأحسانه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة نحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله بعثه الله سبحانه وتعالى إلى البشرية جمعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما من شيء يقربنا إلى الله إلا وقد أخبرنا به وما من شيء يبعدنا عن الله إلا وقد حذرنا عنه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واستنى سنتهم واغتفى ثرهم إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أستغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل شر معاشر الإخوة والأخوات يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أستغل قائلين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول جل وعلا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويقول جل وعلا بلسان إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى غير ذلك من الآيات البينات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هذه الآيات ترسم لنا منهجا عظيما وتوقف علينا حقائقا عظيمة ينبغي أن نتفطن لها هذه الآيات التي تتحدث كيف شال القرآن الكريم هذه الأمة عن الوهدة التي وقعت فيها كانت أمة أمية أي منصوبة إلى أمها كما ولدتهم أمهاتهم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف الحضارة ولا الرقاء ولا تقدم هذه الأمة المتقلفة عن الأمم التي تشرذمت وتشققت وتناحرت فيما بينها في زمن طويل وأيام مديدة هذه الأمة التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها يقول سبحانه وتعالى وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين كانت في ضلال بكل ما تعني هذه الكلمة ضلالهم لم يكن ضلالا عاديا وإنما كان ضلالا مبينا يراه كل من له عقل ضلال في العقيدة ضلال في السلوكيات ضلال في التصورات أمة تعبد الأحجار أمة تعبد غير الله عز وجل من المخلوقات تنحني بين يدي الخلق تسجد لغير الله تضرع لمخلوقات لا تنفع ولا تضر أمة من حيث الأخلاق ابتعدت عن العقل يأكل بعضها بعضا وتأكل الميتة وتأكل الميتة ودمة وغير ذلك أمة انتشر فيها الخناء والزنا وشرب الخمح وابتعدت عن الله عز وجل أمة لا تعرف ذمة ولا عهدا وإنما تتقاتل يأكل القوي الضعيف ويغتل الصديق صديقة بأتفه الأشياء أمة تتقاتل على الماء والكلة أمة متقاسمة بين الخلائق أمة تافهة لا تساوي شيء فجاء إليهم القرآن الكريم وابعث الله سبحانه وتعالى خير خلقه وابعث الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى يستغربون كيف تغيرت هذه الأمة وكيف تبدلت بين عشية وضحاها وفي زمن لا يمكن تغيير الأمم ولا تحويلها رجل عاش في بدايته في عصره الأول وهو يأكل الميتة وهو تافه لا يفكر ثم بعد ذلك في آخر عمره صار قائد أعظم قوة في التاريخ وأعظم دولة في التاريخ كيف تغير الأمر كيف تبدل هذا ما تتحدث عنه هذه الآيات وتوقفنا على سر وراء ذلك كله كانت أمة أمية فأنزل الله سبحانه وتعالى إليها وحيا من عنده سبحانه وتعالى هذا الوحي الذي لا يؤثر سلوكيات فقط وإنما يؤثر القلوب ويؤثر تصورات ويؤثر حتى جسد الإنسان هذا القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن الكريم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن الكريم هذا القرآن الذي يؤثر بهذا التأثير القوي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أنزله جل وعلا على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فاستخدم أوصلك الضرق العلمية لتربية الأمم فبدأت تصحيح التصورات وتعليم الأمة لو تلاحظون أن أول آية أو أول صورة أو أول آيات من صورة علقة التي نزلت لا تتحدث أشياء أخرى وإنما تتحدث بدايات هذه الأمة وكيف تتدور هذه الأمة تتحدث عن القراءة وعن الكتابة وعن نعم الله سبحانه وتعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم لأنها أمة أمية لا تعلم فتتحول إلى أمة قارئة إلى أمة كاتبة وكما سمي القرآن الكريم قرآنا وهو اسم مفعول بمعنى المغرو فالأمة صارت أمة تغرأ والقرآن الكريم يسمى كتابا الكتاب معنى مكتوب فيصارت أمة كاتبة تكتب العلم بعد ذلك ومن هنا هذه الآيات تتحدث عن هذه القاعدة الله سبحانه وتعالى عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من الله يتلو صحفا مضهرة عليه صلاة وسلام هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عندما فهمت أوائل هذه الأمة وتربوا على كتاب الله عز وجل صاروا أمة أخرى صاروا أساتذة العالم فصر في ذلك كله هو هذا القرآن الكريم هذا القرآن هو العلاج لجميع الأمراض أمراض الأمم بكل ما تعني هذه الكلمة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يعالج التأخر شفاء يعالج القلوب شفاء يعالج التصورات شفاء يعالج السلوكيات إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام أقوام الطريق فبدأ الله سبحانه وتعالى يقول لنا هو الذي بعث في الأميين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار الزمان واختار المكان واختار المنهج سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يعلم ما يصلح للبشرية سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا بهذه النكرة رسول عظيم اختار الله سبحانه وتعالى له الرسالة وعلمه رب سبحانه وتعالى وأدبه وعلمه كيف يربي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان يقول إن الله بعثني معلما وما بعثني متعنتا كان يقول بأبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام لو قرأنا كيف تربى هذه الأمة وكيف بذل جهوده وكيف بذل مهجه عليه الصلاة والسلام لا رأينا عجب العجاب هذا النبي الذي اصطنعه الله واختاره رب سبحانه وتعالى واجتباه جل وعلا والله يعلم حيث يجعل رسالته هو رسول عظيم رسول هو رسول عظيم بعث في الأميين رسولا منهم يتكلم باللغتهم يتحدث معهم يعرفون قلفياته لقد لبثوا فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ها بعث الله هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته الأمة الأمية تتحولت أمة تقرأ عليها وحي الله سبحانه وتعالى استخدم وسيلة القراءة عليه عليه الصلاة والسلام وهم يسخون لقراءته وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كانوا ينصتون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويعقلون عن الله عز وجل فأثر القرآن الكريم قلوبهم وسلوكياتهم كما قال سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلما من قبله إذا يطل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذا القرآن المبكي الذي أبكاهم هذا القرآن الكريم وكما يتحدث آيات كثيرة وإذا قرأ عليهم هذا القرآن الكريم كان يؤثرهم كما يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هذا الهدى من الله سبحانه وتعالى هذا الوحي هو الذي أثر هؤلاء فبكوا وانطرحوا بين يدي الله عز وجل وصقلت قلوبهم وتغيرت رؤياهم ورأوا آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الآيات الله المتنوعة سبحانه وتعالى فزاد لهم القرآن الكريم بصيرة وعلمة لأنه نور أخاذ من استنار به أترك الحقائق قل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا هذا النور الأخاذ من الله عز وجل عندما تشعشع وظهر هذا النور جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بينما كانت أرذل الأمم صارت خير أمة أخرجت للناس يطلو عليهم آياته ويزكيهم عليه صلاة والسلام ويعلمهم الكتاب والحكم هذه الآيات لو استعرضتها وقرأت كل نقضة من هذه النقاط التي ذكرت هذه الآيات تجد فيها الوسائل الحقيقية لبناء الأمم الوسائل الحقيقية لبناء هذه الأمة والقرآن الكريم ما زال فينا ضريا كما أنزله الله سبحانه وتعالى لكن المشكلة الكبيرة عند الأمة الإسلامية اليوم أنهم لا يفقهون كتاب الله عز وجل كما فقوها هؤلاء وأنهم لا يستطيعون أن يغوصوا في هذا البحر الخضم فيستخرجوا منه هذه الدرر العلمية والاعتقادية الموجودة في كتاب الله عز وجل حيل بين الناس وبين كتاب الله عز وجل فعندئذ ضاحوا وعندئذ خرجوا عن الدرب عندما حيل بينهم وبين كتاب الله عز وجل يوم أن نعود إلى كتاب ربنا عز وجل وننطلق منه ونصير وراه ويصير قائدنا إلى الله عز وجل عندئذ سنتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأسأل الله سبحانه وتعالي ولكم التوفيق والسدات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو النحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنتشبث بمنهج الله عز وجل الله خلاقنا سبحانه وتعالى وأوجدنا من العدم وهو يعلم ما يصلح لنا وهو يعلم ما يناسب لنا علاج أمراضنا عنده سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الإنسان الذي أو المصنع الذي يصنع سيارة ما فهو يعلم ما تحتاج هذه سيارة فإذا تعضلت أو صار فيها عضب فهذه شركة التي صنعت هي لا شك بكل البصادة تدرك ما فيه من الخلل ماذا تتصورون عن خالقنا الذي خلقنا سبحانه وتعالى والإنسان ذلك المخلوق العجيب المركب بأشياء عجيبة جسدا مركب من جسد وعقل ونفس وأحاسيس وإدراكات ومركبات عجيبة لم يترك الإنسان حتى الآن لغز عند الإنسان لكن الذي صنعه وخلقه والله سبحانه وتعالى فيعرف كيف يعالجه سبحانه وتعالى وأنزل هذا العلاج المناسب للبشر ولذلك من الغباوة من الغباوة بمكان أمة معها هذا الكتاب ثم تستعوضه بأشياء أخرى تافية نبذت كتاب ربها وراء ظهرها هذه ليس دمة عاقلة وإنما العقلاء هم الذين يعرفون مصالحهم في الدنيا والآخرة فيجب علينا أن نعود إلى كتاب الله عز وجل تعلما وتدبرا وتفكرا واستخراجا منه ما في طياته من العلوم المتنوعة العالم كان في ظلمة قبل مجيء هذا القرآن الكريم لكن القرآن الكريم هو الذي أنار الطريق للبشرية ما تتنعمه البشرية اليوم من الحضارة وغيرها هذا القرآن هو الذي فتح لهم الطريق وليوم فيه علوم ومعارف وأشياء كثيرة جدا يعرفه من يعرفه ويجهل عنه من يجهل عنه وأسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق اللهم أن نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أن نسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم أن نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قولنا وعمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أن نسألك حسن الخاتمة اللهم أن نسألك حسن الخاتمة اللهم أن نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلمتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احشغنا تحت عن لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اشفي مرضانا هناك عدد كبير من الناس مرضى وعدد من الأحبة والإخوة مرضى رجالا ونساء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم شفاءا لا يغادروا سقما اللهم اشفي مرضانا يا رب العالمين اللهم اشفيهم شفاءا لا يغادروا سقما اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم اصر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يمينا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نقتال من تحتنا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم انا نعوذ بك من سيء الأسقام وعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع سمي شيء في الأرض ولا في السماء والصميع العليم وصلوا وسلموا على نبيكم وحبيبكم محمد بن عبد الله